خلينا نبدأ مشاهدين بهم الأخبار اللي معانا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي تبعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء الثلاثاء الموافق السبع عشر من أكتوبر 2023 في قطاع غزة والذي أصفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحة والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة متابع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقال لذا أدين بأشد العبارات هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولية ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية وأكد على موقف مصر دولة وشعبا ورفضها للاستمرار في هذه الممارسات ضد المدنيين مطالبا بوقوفها بشكل فوري